صباح الخير أو مساء الخير يا برج التور في القراءة العاطفية خلينا ندخل على طول على القراءة العاطفية وأسفل التأخير طاقتك حلو يا برج التور وكارتك طالع يعني ده انت في طاقتك انت في الطاقة بتاعتك اعتقد ان في حد قديم رجعلك وانت زمان تقريبا كنت مستني رجوع هذا الشخص وبالفعل هذا الشخص رجع مرة أخرى لحياتك او هيرجع بهذا الشخص مرة تانية ودهيرفينت انت في الطاقة بتاعتك طاقت برج التور طاقت انك مبسوط وشاعر بالرضا انت شاعر بالرضا حاليا وشاعر بان انت بتحبه قوي وبتحب كمان التواصل مع هذا الشخص ولما ما بتتواصلش معاه بتشعر بعدم الرضا لان ده كارتك يطلع بالتواصل لما انت بتشعر بان مثلا الحياة تحكتلك لما هذا الشخص بيرجع مرة تانية لحياتك لانك بينكو ذكريات كتير قوي وبينكو علاقة متينة يعني مش اي علاقة ممكن تكونوا متزوجين مثلا ممكن تكونوا متزوجين طيب خلينا نشوف طيب مشاعر هذا الشريك ايه وشايفك ازاي وحالته ايه دلوقتي حلو طيب برج التور هذا الشريك عايز يقدملك هدية كده او شيء من مثلا ممكن تكونوا انت لسا راجعين مع بعض فهو عايز يقدملك شيء يثبت بي حسن نياته بس انا عايز اتأكد من حاجة عشان نظلموش بس انا مش هظلمو يعني اه لا ده ده عايز عايز يقولك وحشتني وتعالق عايز يهزر معك ويدحك ويرجع الجو اللطيف اللي كان ما بينكوا في اول العلاقة خالص لكنك اول مرة تتعرف عليك وبصص لقدام اهو وهو تقريبا عايز يعمل ايه لان ذكرت برضو هو عايز مثلا ما تتكلموش في الماضي كتير يعني مثلا ممكن تكون والت بتكلمه مثلا صارت حاجة حصلت في الماضي ما بينكوا وقالك بلاش بقى اوه سبك من الماضي تعالى نهزر تعالى نتحك تعالى نتكلم مع بعض انا بحب الكلام معك انا بقولكم فيه تواصل ما بينكوا قوي يعني انت بتحبوا الكلام مع بعض انتوا بتتكلموا مع بعض حلو اوي فهو بيحب تتكلم معك هذا الشخص وبيحب يددش كده وتتحك وتهزر وياخد معك الكلام يعني او وحشه قوي وحشه قوي جوي الهزار والضحك اللي كان ما بينكم فهذا الشخص عايز يبص القدام بقى يعني يقولك تعالى بقى سب بقى اللي ورا بص وبص معاه القدام كده تعالى بص القدام كده تعالى نخرج تعالى نتفسح تعالى اجيب لك هدية هو عايز يجيب لك هدية على فكرة وحاجة كده حلوة يرضيك يعني اجيب لك الكوباية والبنتكليس يعني يجيب لك الحكتين يعني انت عايز ايه يجيبه لك اللي انت عايز يجيبه لك بس هي مشاعره حلوة قوي مشاعره حلوة بس عشان ممكن تكون متخصمين او حاجة فهو عايز يددش معاك او كده ولو انتو مفيش خصام او اي حاجة ما بينكم فهو عايز عايز يديك هدية او هو مستلطفق قوي قوي يعني لو انتو مفيش خصام والحاجة في علاقة مستقرة فهو مستلطفق قوي مستلطفق و شايفك حد لزوز و جميل و بتضحك و الحاجات دي لكن هو شايفك ايه شايفك ذهومات شايفك انه ممكن يكون بينكم فعل الخصام ولسته راجعين وهو عايزك ترجع زي زمان الشخص الامور اللي كان بيضحك ويهزر معي ليه بقى لانه شايفك عمال تفكر في الماضي كتير قوي تحرمت عمال تعيد في الزكريات بتاعت زمان قوي يعني شايفك ان انت قاعد كده مع نفسك متواحد اه انت انت زي ما تكون هو انتو رجعته و كده او انتو في العلاقة بس زي ما تكون عندك اكتئاب او مبقيتش زي زمان هو عايز يفرفشك اه عايز يفرفشك عايز خرجك يفرفشك و ايش عايزك زعلان انت زعلان من حاجة يا برجتور انت ممكن تكون زعلان من حاجة في الشغل او في الدراسة مثلا وهو عايز يعمل اي حاجة يخليك ترجع زي زمان الامور اللي كان بيضحك معه يهزر و اللي هو كان بيحبه وهو كان بيحب فيك الروح الطفولية دي انه كنت بتضحك وتهزر وعمل ايه فهو شايفك بقيت منعازي اللي قوي عنه انت زي ما تكون عندك مثلا ايه اه انت عملت صده ليه برج التور انت بتصده انت عملت اقول له كلام جميد قوي استنى بقى انا كده فهمت انت رجعته البعض او او عموما يعني في العلاقة وهو لما يرجع انا كلمك تاني هو داخل داخلت عمل ايه ووحشني وكده وانت بتقول له وحشني ايه انت قلبت على عم ضياء من الاخره اللي اتفرجته على مسلسل الوصيع انت كده عم ضياء انا مش عارفة ليه انت عملت اقول له استنى بقى انا عحسبك انت وحشني ايه انت بقى لك شهر ما كلمتنيش وبقى لك شهرين كذا فانت بقيت شخص منعازي قوي ومش عايز تكلمه هو شايفك ان انت مش عايز تكلمه او بقيت شخص قاسي بقيت شخص قاسي يا بورج التول اسيت عليه يعني هو شايف ان انت بقيت قاسي وما بقيتش ما بقيتش دمك خفيف ما بقيتش توزر معك ممكن يكون دمك خفيف زي ما انت بس انت دلوقتي منعازل عنه شوية لانك ممكن تكون بتعلمه حاجة عايز تعلمه حاجة عايز تقول له انا ما بقيتش زي زمان على فكرة وانا تغيرت ومش هسقط لك تاني وبتاع وكده بس انت فرحان برجوعه ما تنكرش ما تنكرش بقى انت فرحان برجوعه وانت بتحبه على فكرة انت بتحب هذا الشخص بس ممكن تكون عايز تقول له مثلا لا انا مش كل موره بقيت هتسابني وتمشي ممكن يكون الشخص ده من نوع اللي هو انا حساه اصل كل كروتو البيج او البيج حساه شخص طفولي شوية في مشاعره يعني لانه مش حاجة كبيرة يعني مثلا ما بيعرفش يدي مشاعر بالزبط هو ما بيعرفش يدي مشاعر كبير لو انت متحير من هذا الشخص اوكي وانفكره ان هو بيتسلى بيك مثلا عشان هو مثلا بيكلمك ممكن يكون من النوع اللي بيكلمك مرة في الشهر مثلا هو يكلمك مرة في الشهر وبعدين يجي لك الشهر اللي بعدين يخرج معك يوم يوم يومين ثلاثة وبعدين يروح قاطع وبعدين نجيع تاني هذا الشخص بص البيج والبيج هذا الشخص مشاعره كده هو ما بيعرفش يدي لكده ما بيعرفش يهتم الى اهتمام صغير يتكلم مرة يتكلم مرتين هو كده دي حياته حتى مطلق البيج اوف كابس برضو مش البيج اوف كابس هو كده ما بيعرفش يعمل في مشاعره هو كده متوحد في مشاعره هو متخلف يسيدي في مشاعره بس بيحبك هذا الشخص بيحبك ولكن هو في مشاعره ما بيعرفش ما بيعرفش يدي المشاعر الكبيرة انت ممكن تكون بتدينه مشاعر كبيرة قوي ولكن هم فتفيت فتفيت انت تسأل عليه كل يوم وهم يسألش عليك المرة مرتين هو كده هو هذا الشخص كده ممكن تكون بتتعمل محد جوزاء برضو ممكن لان انا شايفة برضو البنت كلسانة فممكن يكون ترابي شوية هذا الشخص وعزراء وحوت او سرطان او عقرب برج مئي وطور برضو عندنا عندنا نطور برضو طيب زي ما قلت لك وما شايفك ان انت شخص بقيت بتهتم بالتفاصيل قوي وبقيت تدور وراه وبتاعه ولأ وانت ما كلمتينيش مبارح وانت 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 طيب هو ايه في حياته دلوقتي هو على فكرة هذا الشخص بجد بقى ما بيعرفش فعلا يدي مشاعر هذا الشخص عنده استقلال في المشاعر مستقل مستقل عاطفية يعني هو الحب مهم عنده وبيحبك وعايزك بس هو في حياته بيحب دايما يبقى الوحده او يحب دايما يبقى مستقل عاطفية ما بيحبش حد مش عارفة جبالك ازاي برج التور عارفين الشخصيات اللي هي بتبقى شغل وفزح وخرجات وكده وعنده حد بيحبه وهو بيحبه برضه بس ما بيعبرلوش عن المشاعر بس الاخر بس كده هو بيقولك هو بيديك حاجات صغيرة قبل هو كده ويجي تنظره بس هو مستقل دلوقتي وحياته ماشية زي الفول زي الفول وممكن يكون بيرتب شغل جديد او بدأ عمل جديد مثلا حاجة من النمر ده طيب هو نقياته معاك ايه هو نقياته وصال حق بص هو مش مستحمل خالص فكرة ان انت عاملو الوش ده بصراحة يعني ومش مستحمل فكرة ان انت متعزد كده وقاعد وحطت ايدك على وشك وبتعلى هو عايز يشوفك كده فهو متعود من الاخر كده برج التور ممكن تكون انت انت اللي عودتو انت عودته على كده بالاخر بص بقى انت عودتو انت اللي تديله انت اللي تهتم انت اللي تروح له وانت اللي تكلمه هو تعود هو الشخصيه دي كده يقول لك يا إيه بل حبيبك على عيبه ومش عارف ايه وكلام بقى فانت عودته او عودت هذا الشخص على كده عودت ان انت اللي بتقديه له الكوباية انت اللي بتروح له انت اللي بتكلمه انت اللي بتكلمه هو الشخص ده بيهتم اه بس اهتمامه بالنسبة لك ميجيش حاجة هو كده عانتي بقى مع الحياة الحياة كلها كده يعني لو انت مش عاجبك الشخصية دي خلاص مش مش كلام سيبه وامشي لكن 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 هو بيحبك بيحبك وشايف ان انت الشخص المناسب بقى اصلا انت شايف ان انت انت الشخص اللي هو مش هيلقي زيه تاني خلاص ده 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 رفيق الروح يعني توقع مش عالك كايه بيشعر بجانبك بالسعادة وبالانبساط وكده هو بيحب اهتمامك على فكرة يا جماعة بما ان فيه تجارب شخصية يعني مش ليا انا بس حواليا فانا لقي صديقة بنفس النمض ده ولما قالت له انت بتهتمي بيا نص اهتمام ومش عارف ايه كده قال لها انا يعني بحب اهتمامك ممكن يكون ما بديش اهتمام لكن انا ما بيعرفش يعبر ممكن هذا الشخص وبيجي يعبر بالهدايا يعبر بالخروجات بالزبط يعبر بالفصح لكن كلامه اهتمامه ازاي البلده لأ ما بيعرفش هو يامر الليلة دي خالص هو يديك يديك خمسة وسبعين جنيه روح اتليك بهم اديه قالوا انت هجيب لها دي اه في الفلانطاني قالوا ان هديها تباتاشر جنيه تشوف بقى تتنيب اللي هي عايزة فهذا الشخص يدي كوباية يدي هدية يخرج يروح يودي سانمة يجيب لك حاجه انت عايزها بتموت فيها لكن كلام حبه اشعاره كده لا هو عملي قوي ومستقل هذا الشخص مستقل في عوطفه ومشاعره في كل حاجه وانت بقى يعني انفكره ما بيحبكش وعملت قل له لا استناني بقى انت ما بتحبنيش اصلا لا هو بيحبك بيحبك ولما بتبعد عنه ما بيتقبلش الفكرة دي خالص لا تبعدي فين او هتبعد فين هو نوع على ايه الخطوة اللي هيخدها هو حاليا اعتقد انه مركز على شغله قوي لا بص بقى هو ناوي انا مش قلتلك هزا الشخص بيدي بس بيدي فلوس يدي هدايا هو ناوي يجيب لك حاجه خلاص كده هل لي بقى لك بقى هو ناوي يجيب لك حاجه هو ناوي يعمل اللي انت عايزه شوف بقى انت كنت طالب من هزا الشخص ايه هو يعمله لك يعني انت مثلا طالب منه اهتمام هيدي لك اهتمام والله هيتمني بك وهوريك هو الشخص ده عملي اوي 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 يعني وشخص ما بيحبش الكلام يعني افعال عامل ده عامل ده خلاص فهو ناوي يوازن خلاص انت عايز ان انا اهتمي بك خلاص يا سيدي اهتمي بك ما قلتلكه في اول اللي دقريبا قلتلك انت ولا مين مش عارفه مش عارفه قلت القراءة دي ولا ايه الشخص اللي بيتغير احنا ممكن نكون مش بناتغير ممكن نكون ايه اللي بيحب الطرف التاني بنعمله فهو شايفك ان انت عملت و قوله لو سمحت اهتمي لو سمحت وازن لو سمحت اللي بيدهولك تدهوني هو يعملك اللي انت عايزه بس ما تمشيش ما تبعدش انا بحبك لو سمحت انا بحبك ما تمشيش شوف انت عايز ايه هو انا اعملهولك لكن هو لو سمحت يعني اصبر عليه شوية برج التور ما تبقاش شخص اللي هو يا كده يا كده لا لا متعملش كده افرد هو عنده شغل عنده اولويات ايه انا عارفه في الناس تقولك تم فاتح هو دلوقتي هو مدخلش تكلمني مش لازم يكون فاتح بيكلم بنات يعني اللي ممكن يكون بيكلم بنات فعلا بس مش مشكلة يا جماعة انا عمبص للجانب للجانب بيتعرف على ناس لا هو شخص كده يعني بيحب في صمت وهو ناوي ان هو يثبت لك ممكن يثبت لك بان يجي يخطبك او يرى فاتحة مع اهلك او يثبت لك بانك مثلا يقولك ايه انا خلاص مثلا حددت للسنة الجاي علي اخطبك مثلا يقولك كده لان هو بس عمال يشتغل وعمال يكون في فلوس اعتقد هو عنده حاجة في الفلوس منعا هو يتقدم نحوك او ان هو يخطبك او حاجة ممكن تكون انت مطلبة بانه يجي يخطبك او نرسم العلاقة بقى عشان انا ازهقت مثلا او تعال اخطبني دلوقتي مثلا فهو هيعمل اللي انت عايزيه او اللي انت عايزه لو ولد طبعا فهي هتهتم بيك هتهتم بيك يا لانا مش هتين فعلا يجي يخطبك طب النصاحة بتقولك ايه النصاحة بتقولك بطل بقى لف ودوران بقى اه ماشي بطل لف ودوران والشخص ده توقم روحك وتوقم شعلة واي حاجة اي حاجة فا حب معك بيحبك 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 بورج الكوس وبرج الجوزات بتعاملوا مع الاثنين بحبك قوي 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 وازبر عليه شوية بورج التوري ونصاحة بتقولك صالحوا بقى متبقاش بورج العزراء متبقاش كده هتبقى كده هيمشي هيمشي ويزعل هو بيبقى كده لما انت بتصده. لكن هو بيحبك. بس هو طريقته في اظهار المشاعر ما بيعرفش. بس كده. ده اللي قدر قوله لك. ده اللي انا استنتجته من هذا الشخص. لانه كل شيء بتقوله بيش بيش بيش. بيش بيش. بتطلعه عاجات صغيرة. لكن انت توقع من روحك. انت بيحبك قوي. وانت كمان بتحبه على فكرة انت نفس مقدار الحب. بس انت بتظهر له يعني اكتر من هو بيظهر لك. ودي برقة حلوة بصياحة برج الطر وعجبية اتنين جدا. ب بتقولك انت في طاقتك. لانت فرحانة قوي. فرحانة قوي برجوة زي الشخص. انت تحبه قوي قوي. وبتحب كمان تدي له عطاء. بتحس ان انت زي. اه لو انت بنت بتحس انك امه مثلا. بالضبط كيف. بتحب تتكلم معه. هو بيحبك على فكرة. وانه يجب لك ادية. وانه يجب لك ادية. طب يا برج الطول يا ربك وان اللي اقرأ عجبتكم. شكرا.